كبتني جمال احنا حلايتنا كده غلصت هل عندك اقوال اخرى بسرعة كده كبتني مصطفى كبتني مصطفى انا عايز اقول حاجة اولا يعني انا ربنا اكرمني بتاريخ كبير جدا 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 وكون احمد ربنا سبحانه وتعالى عليه يعني انا ما فيش فريق كبير في العالم محكمتلوش مفيش نجوم كبار في العالم محكمتلوش تواجدت الحمد الله ورادة جدا جدا ان ربنا سبحانه وتعالى إداني في العشر سنين اللي أنا كنت فيه محاكم دولي دول اللي أنا عمري في حياتي ما كنت أحلم به وراضي عن ربنا الدهوني وراضي عن أني في حاجات كتير راحت مني وما أخدتهاش بس دائما أنا بقول لنفسي أن أنا خد وفي ناس تانية ممكن تاخد بعد كده في تواريخ بعد كده لو خيرتني بين أن أنا مثلا أبقى رئيس مش لابنت حكام بقى الفيفا أبقى رئيس الفيفا وبين حق اللي أنا حققت وانا حكم هختار اللي أنا حققت وانا حكم عندك أقول أخرى شكرك يا كابتو مصطفى وسعيد جدا أني موجود معاك وشرف لي أن نكون موجود في درمامج المجلي مع شخصية زي حضرتك يعلم ربنا قدي أنت محبوب وقدي الدنيا قل لها عمرها ما أجمعت غير على حب مصطفى الحمد لله